من فترة لأخرى يحرس العديد من النجوم على التقاط بعض الصور مع أبنائهم حيث يقوموا بنشرها على حسابتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وقد يزدم الكثير من متابعهم عندما يعلمون بالأعمار الحقيقية لأبناء الفنانين حيث يعتقد البعض أن هؤلاء الفنانين ما زالوا في سن الشباب وأن أعمارهم لم تتخطأ الأربعون عاما ولكن في حقيقة الأمر فهم يقتربون من عامهم الخمسين وسوف نستعرض معكم مجموعة من الصور لهؤلاء الفنانين وأبنائهم أول صورة معنا الأبناء الفنانة غادة عادل عبدالله ومريم وغادة عادل اسمها بالكامل غادة عادل إبراهيم محمد من موليد 25 ديسمبر عام 1974 وتبلغ من العمر 49 عاما وقد بدأت غادة عادل مشوارها الفني من خلال الإعلانات ثم جاءت شهرتها بعد ذلك من خلال مشاركتها في عدد من الكليبات مع كبار المطربين في ذلك الوقت أمثال الفنان عمري دياب في عام 1995 حيث قامت معا بالمشاركة في أغنية رجعين وأيضا شاركت الفنان هاني شاكر في عام 1997 في أغنية تخصري ثم شاركت بعدة أدوار صغيرة في مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية ومن أبرزها مسلسل زيزينيا كما أنها شاركت في بداياتها الفنية في فيلم صعيدي في الجماعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي والفنانة منازكي والفنانة المعتزلة شمس البرودي هي الأخت غير الشقيقة من جهة الأم لوالدة الفنانة غادة عادل وقد تزوجت ألف النانة غادة عادل من المنتج والمخرج مجد الهواري وهو أول من اكتشفها وقدمها للسينما كوجه جديد ولهما من الأبناء خمسة هم محمد وحمزة وعبد الله ومريم وعز الدين وحدث الطلاق بينهم في عام 2018 نيلي كريم وصورة مع ابنها أثناء تخرجه من الجامعة ونيلي كريم اسمها بالكامل نيلي السيد عطى من موليد الأسكندرية في يوم 18 ديسمبر عام 1974 وتبلغ من العمر 49 عاما ونيلي كريم ظهرت أول مرة على شاشات التلفزيون في عام 1995 قرى قصة بليه في المسلسل المصري ألف ليلة وليلة ونيلي كريم كانت متزوجة في التسعينات وأنجبت أبنائها كريم ويوسف ثم انفصلت عن زوجها وتزوجت من رجل آخر وانفصلت عنه بعد فترة قصيرة وتزوجت للمرة الثالثة عام 2004 من خبير التغذية هاني أبو النجا وأنجبت منه ابنتان هم سيليا وكندا وفي عام 2015 تم الانفصال بينهم ثم تزوجت للمرة الأخيرة في 11 أغسطس عام 2021 من اللاعب هشام عشور الفنانة صبرين وصورة نادرة مع زوجها الأول ياسر عبداللطيف ووالد ابنها النور وبعد فترة من زوجهم تم الانفصال بينهم وتزوجت للمرة الثانية من طارق صادق وأنجبت من زوجها الثاني ثلاثة أبناء هم علي ويوسف وعمر وهذه صورها مع أبناءها عندما كانوا في سن التفولة وهم حاليا أصبحوا في سن الشباب وهذه صورها مع ابنها الأول نور أثناء التفولة وأثناء الشباب فهو يشبهها إلى حد كبير وصبرين اسمها بالكامل صبرين ياسين عبدالله من موليد القاهرة في يوم 4 أكتوبر عام 1967 وتبلغ من العمر 55 عاما وبدأت صبرين مسرتها الفنية أثناء التفولة عندما كانت في سن الرابعة وذلك من خلال أدوار صغيرة وقدمت في بدايتها الفنية مسلسل رحلة السيد أبو العلالبشري مع الفنان محمود مرسي والفنانة كريمة مختار وأيضا شاركت بدور متميز في مسلسل ليلة القبضة على فاطمة مع الفنانة فاردوس عبد الحميد والفنان يوسف شعبان وفاروق الفشاوي ومن أبرز أعمالها الفنية التي لقت نجاحا جماهيريا كبيرا دورها في مسلسل أم كلسوم مونة زكي مع ابنتها ليلي أحمد حلمي ومونة زكي اسمها بالكامل مونة علي محمد زكي من موليد القاهرة في يوم 18 نوفمبر عام 1976 وتبلغ من العمر 47 عاما وقد تزوجت مونة زكي من الفنان أحمد حلمي في عام 2002 وأنجبت منه ثلاثة أبناء هم ليلي وسليم ويونس أحمد حلمي وقد بدأت مونة زكي التمثيل من خلال مصرح الجامعة وقد قدمت مصرحية بالعرب الفصيح وكان أول عمل فني قامت به مع الفنان محمد صبحي كما قدمت أدوارا متميزة في بدايتها الفنية مثل دورها في مسلسل الضوء الشارد مع الفنان ممدوح عبد العليم والفنان سميحة أيوب محمد رياض الفنان أحمد السقة وصورة مع ابنه ياسين وأحمد السقة اسمه بالكامل أحمد محمد صلاح الدين السقة من موليد القاهرة في يوم تسعة وعشرين فبراير عام الف وتسعمية تلاتة وسبعين ويبلغ من العمر خمسون عاما وقد تزوج الفنان أحمد السقة من مها الصغير ابنة خبير التجميل ومصفف الشعر الشهير محمد الصغير وهي إحدى صديقات أخته فاطمة وتم الزفاف في يوم سبعتاشر نوفمبر عام الف وتسعمية تسعة وتسعين وأنجب ولدين هم ياسين وحمزة ثم ابنتهما نادية وقدم أحمد السقة في بداية مسرته الفنية مجموعة من الأفلام المتميزة ومن أبرزها فيلم شرطة فن اللوكاب مع الفنان شريف مونير والفنانة نور كما تقلق في عام الفين اتنين وعشرين في فيلم العنكبوت مع الفنانة مونة زكي والفنان زافر العبدين المطربة أصالة نصري وابنتها شامي الزهبي وأصالة نصري اسماه بالكامل أصالة مصطفى حاتم نصري من مولد دمشق في يوم خمستاشر مايو عام الف وتسعمية تسعة وستين وتبلغ من العمر أربع وخمسون عاما وقد تزوجت الفنانة أصالة ثلاث مرات المرة الأولى من أيمن الزهبي وأنجبت منه ابنتها شام عام الف وتسعمية اتنين وتسعين ثم ابنها خالد في عام الف وتسعمية تمانية وتسعين وتم الانفصال بينهم في عام الفين وخمسة وتزوجت للمرة الثانية في عام الفين وستة من المخرج طارق العريان ثم أنجبت منه توأم هم آدم وعلي وفي عام الفين وعشرين تم الانفصال بينهم وفي عام الفين واحد وعشرين أعلنت زواجها من المخرج العراقي فائق حسن ابن الفنان محمد هنيدي وهو أحمد هنيدي وصورة طريفة وهو يقلد والده ومحمد هنيدي اسمه بالكامل محمد هنيدي أحمد عبد الجواد من مواليد الجيزة في يوم 1 فبراير عام الف وتسعمية خمسة وستين ويبلغ من العمر سمانية وخمسون عاما وقد تزوج الفنان محمد هنيدي من زوجته السورية في عام 1999 وهي عبير السري الأسعد وقد أنجب الفنان محمد هنيدي ثلاثة أبناء هم أحمد وفاطمة وفريدة الفنانة شريهان وصورة مع ابنتها لؤلؤة والفنانة شريهان اسمها بالكامل شريهان أحمد عبد الفتاح الشلقاني من مواليد 6 ديسمبر عام 1964 وتبلغ من العمر 59 عاما وقد تزوجت الفنانة شريهان للمرة الأولى من رجل الأعمال علال الفاسي ولكنها انفصلت عنه بعد فترة قصيرة وتزوجت للمرة الثانية من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة وهو زوج الفنانة إسعاد يونس وأنجبت منه ابنتان لؤلؤة وتالية القرآن وقد تألقت الفنانة شريهان في عدة أعمال فنية وكانت بدايتها في المسرح في مسرحية سكة على بناتك مع الفنان فؤاد المهندس والفنان سناء يونس ثم قدمت مسرحية على شان خاطر عيونك أمام الفنان فؤاد المهندس أيضا ثم قدمت مسرحية شارع محمد علي مع الفنان فريد شوئي والفنان هشام سليم وتألقت أيضا في السينما والتلفزيون وقدمت دورا مميزا في فيلم المرأة والقانون وفيلم الطوق والإسورة نانسي عجرم وصورة جميلة لها مع ابنة هاميلة في أحد الظهور لها ونانسي عجرم اسمها بالكامل نانسي نبيل عجرم من موليد لبنان في يوم 16 مايو عام 1983 وتبلغ من العمر 40 عاما وقد تزوجت نانسي عجرم في عام 2008 زواجا مدنيا من طبيب الأسنان فادي الهاشم وأنجبت ابنة هاميلة في نفس يوم ميلاد الفنانة نانسي عجرم يوم 16 مايو وذلك عام 2009 وفي عام 2011 أنجبت ابنتها الثانية إيلة ثم أنجبت ابنتها الثالثالية في عام 2019 وبالرغم أن الفنانة نانسي عجرم قد تجاوزت الأربعون عاما إلى أن الجمهور ما زال يراها كأنها فتاة في العشرينات وهذا لأن الفنانة نانسي عجرم منذ ظهورها حتى الآن لم تتغير أبدا من ناحية الشكل وأيضا روحها جميلة كأنها شبه في العشرين وبدأت نانسي عجرم مشورها الفني من خلال التفولة وذلك عندما شاركت في برنامج نجوم المستقبل وأخذت الميدالية الزهبية وقد بدأت شهرتها الفنية في عام 2003 عندما أطلقت ألبوم يا سلام مع خالص الأمنيات القلبية للفنانة نانسي عجرم بمزيد من التألق والنجاح وشكرا جزيلا لحضراتكم لحسن المتابعة وشكرا جزيلا لحسن المتابعة وشكرا جزيلا لحسن المتابعة